موسيقى الفيلم دار برشا مهرجانات في العالم حالياً في القاعات التونسية سعيد برشا بش نحكي على أطيف نجيب أحدنا زازا ومهدي لهميلي موسيقى موسيقى تحس كو تحس كو مرحبا مرحبا بنت الدار عاد أنت أنا بنت الدار ونقعد بنت الدار ولي يقول غيرك لماذا انتش وغيرك وغيرك يقول لوا لا أنا بنت الدار بنت الدار مهدي الهميلي مرحبا بيك عصلي مهدي مبروك أطيف عائش العلاقة ما بينتكم بدأت علاقة إعجاب فني من بعد حب فني من بعد هويين فني كنتوا موجودين بالصدفة في خدمة الكليب متع زازا صورتوا مع بعثكم في فرنسا ري تنسي جيمة بنت بعثكم كنتوا تحكيوا على الفيلم أما عمري بكتوا تصور أنه الفيلم بيش يخذ الحجم هدايا ويدور ويعمل جو واليوم عنا ممثلة محترفة نجم نسميها زازا كما سميت هنتي نعم أعتقد أن الحلمت بها كتفو درسار لوقت تفرج في زازا وقلت هدايا ممثلة ذي مشروع ممثلة كبيرة ونحب أن نكون لوليني اللي يعطيها البوسبيليتات ذي بش جمهوري اكتشفها كممثلة زازا انتي مثلت ولا سيبت روحك أنا أول حاجة أحب أقولها اللي أول لقابك بيني وبنمادي كنتش معانا في باريس كببكتر نحكينا على الفيلم حكيتوا على فيلم قلت آه فيلم حاجة هكيكة أي حاجة خفيفة تاك 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 عدك شي عندي وما كنتش نتصور بعد ما شفت الفيلم النتيجة وندعو الناس بشي شوفوا الفيلم أما سؤالي كنت تتمثل زازا ولا كنت بسيبة روحك زازا نعم وانتي تتفارج في الفيلم وتعرف اللي هي ذي كمش زازا أنا شخصية نادية سيناريو عندي قتاب القدي حبيتها حاولت نعمل ماكسيموم بش نخرج من جلبي بزازا نكون زيلب دي قدام الكاميرا بورطان جيتني برشة عروض لكن حبيتك يجيني سيناريو بتاع السينيما قتب بيبلي كبير سينيما مش ليجي اما زازا نفس الشخصية فيها منك بنت الحومة الرجلة الرجلة متخافش صاحبة صاحبتها دي قردية فم الجوانب هذو ما منك انتي شر منهم تنحا طب تحبتني قصة ناديا ناديا حكيتها يعني كتراها مراة زمان عطاها 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 اللي خليها ما تحبش أميل اتيح في لي بياج اتحت في هيقبل اللاغ خدمت برشة محبة برشة محبة وحكا مهدي عطاني المساحة اللي مش نالعب كيفا نحبنا كنت نأكد اني حبش حتى الترف مكياج مدى بيزك زازيتي خيبولي من وجهي تفهمت انهم هجي يش عملو ضربة في الوجه هكاي بشتبان سيكاتخيس حبيت نمشي في خطر مياجبونيش صراحة المثلات اللي ازي عم المكياج زازي عطا فرح كي بتمثل بلا مكياج كي تبدأ كي تخسل زيني عشي كي عصابون وكل ومو ديك ماذا خطر هي على بخي لغيسك جو بانس الإكسperience كي تخفضنا على الكليب وانسي سنتم ببعضنا فهمت شنا والحاجات اللي نجم تعملهم هي جوزكوبو هي إلي كم مو هي جوزكوبوتيست ماتخاف جزازي أنا نهنيكم على خطر الفيلم مرغم الكورونا وانتم تحديتوا الظرف الصعيب وقلتوا لابد أن تستمر وفيلم قاعد يتعرض بنجاح وندعو الناس بتمشي لقاعات السينما ونشوف الفيلم على خطر يستحق بشي تشيف الفيلم خذي جواز خلينا نقولوا أنه من بين أهم الجواز للجهزة اللي خذيتها عفيف المحمود في مهرجين القاهرة السينما أفضل ممثلة في القاهرة صنصرت شوية من الفيلم هو أنا ما حكيتش عليه أقبل ما صارتش تصنصر هو صار بوليمي كبيرة في مصر وقت على فيلم إترنون الفيلم أماغذيل معناتها فرفضوا كل ما شاهد فيها إحاءات ولا فهم إحاءات المثلية الجنسية وقالوا لي ثمانية واربعين ساعة قبل مهرجين ودجا كنا محظين رويحنا وزازا وين ونس كل فك مخرج قبلت أنه حاجات هكا أربع خمسة مشاهد صغار يتقسم منهم بش الفيلم يتعرض يجبين فيه خطر الفيلم مس برش الجمهور تسميها صنصرة؟ نسميها صنصرة صحية أليسين مو الصنصرة متاع قصيد بالسيف ما تظلمش هدية شوية في مصر في العروض من ناحية العروض على خطر باقية الأفلام تعرضوا أكثر من مرة بينما ستريمش تعرض مرة واحدة مرة واحدة، خايفين منهم نهار تعرض ستريمش ونس كل خايف حاسيننا فهم حاجة وسببها النقاط قالوا كيفش تونس تأكدين لتونس عنده دعم في الفيلم ما تقولي صح ما تقولي ما تقولي الفيلم تعرضي منهم حزينها حرية فإنش بونس كسيتيبيان لتونس بش نوريه وقدش عنا نحن حرية في بلادنا وقدش بلادنا نجمع كيف مشاكلنا عادي من غير صنصرة زازا أنت طيو نعرفك حشامة زادا ومحاضة ودي مجايرة أنا عادي ركب عادي مرون خالعا بجا بي جادي لا ما نحكي على الفيلم كي شفتو أول مرة حطيت يديك على رأسك قلت إيه المصيبة اللي تحطيت فيها لا 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 فعليش خاطر شخصيات ما دي برشة 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 تفرجوا وعامنا دي فيديو وعامنا ديستاتيو ومدونين كتبوا اللي خليك تتعاطف معاها الشخصية طيو انتي كتراها كيكة لكن ثم معليش اللي خليك انتي متحبش كيكة لكن تتتعاطف تقولها شفت عليش هي كيكة هي قصة مرأة مرأة هذية عندها ولدها ولدها مغروم بكونت القدم حبوا برشة تحب تهزوا الجمعية كبيرة للأسف تلقى روحها من أجل الحلم هذية مطالبة إنها تمشي باحدة شخص بشعاونها تلقى روحها في السجن في قضية أخلاقية الطفل صحابي والي يعيروا فيه يلي أمك في الخبس بتهمة أخلاقية بعد ستة شهر لم تخرج ولدها مفميش تلوج على ولدها اللي من مشروع بطل في كرة القدم المشروع منحرف في أقصى أنواع الإنحراف البند أننا سنرجو نحكيو على ستريمس المشروع 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 كلام أتكلمني الليلة مع السابعة عايشك عايشك عارفي بكيلي عارفيك على ولد قديروك أورجي به وأنا نعرف اليوم استحق تزة صغيرة هكا بشيوصل هو مرحب قدر! خرجها! يا سكيني! يا مطخي! عندك مشكلة معي انت بكل فقار بعضك مشكلة كي جادة دنيا دنيا وعندكم قلب لكم خليتوش ممنوعاتو ربي توباليني مالحفرة عفتروحي عفتحيياتي كمان! نقاطفه جاه الشمال ها نماته! ما تخف? اللعب حراش مع بلغة ماتشفين عاتيني كور! اياه! السلاة حبيبراهين قابل! لا وجعي الولدي ترميسي بشا 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 موسيقى كنصف موسيقى موسيقى ربي توباليني أنا خاطر مش كموثلة نفارج في الفيلم حاسة بها أيميل بارشا خايفة كل أم نحن بارشا وما هي تجي لصالة نعنو ديبات خولي تبكي زازا الفيلم جريء في بارشا كله محرش في بارشا جرأة في الصورة في مواضيع مسكوت عليها وبشكل كبير معانتها نحن نعرش الله نحن نعرش الله فما مشهد البطل أنه يضطر أنه من أجل فلوس يبيعوا روحه نعم معانتها البطل صعيب صعيب خاطر مما ذاك الكل موجود موجود في المجتمع معك موجودة فما برشا ناس يقول لك يا أخي ما تعديوه الناش هدايا هلش ما تحكيوش عليك الفرق ما بين السينما والسي والتلفزة سكو في السينما أنتي تختار بشمشي تفرش في فيلم أعتقد أن الوجيعة المشهد التي تشعرها ستشعر الشخصية التي تشعرها ستشعر حياتهم فأعتقد أن السفغي برشا تقلقوا لكن كي يوصلوا لأخر الفيلم يحسوا اللي هداك الكون كان لازم يتعدى به الشخصية زادا أنتي تنجم في العائلة تشعر عائلتك تتفرش فيه الفيلم أم لا؟ برشا من عائلتك تشعر ما قلقهمش من الأول يتفاجئوا يتفاجئوا لكن ثم تسلسل في الحديث يوقضوا يستنئوا ثم يفهموا تشوف أنت عاليش قالك كاكا عاليش صارك كاكا ما دي اللي يعمل ما هوش موجود مسراحة نحكيه خليه نحكيه ثم إحاقات انتش كي يدقق بالقديد ثم إحاقات ثم مش دي سيكون صفغيما كان خيار الواقعية؟ ذيكا سينما نحبه ذيكا سينما البديدت عمل فيها من الأفليم الأقصيرة لتلا مناموخ نحب سينما الوقيعية السوسيال سوسيو بوليتيكو سي خطر الفيلم يحكي على عشرة سنين ذوكم نتع الثورة يحكي على العنف هذي على التوحش اللي ولا موجود في المجتمع وما تنجمشوا توري التوحش بطريقة هكا محلية يجبك توريه التوحش يجبك تصدم ساعات بش تغير بش نعملكم حوارة الحوارة دي بش تعملوه لبعاثكم حوار الصراحة اسئلني نسئلك مهدي عندك مجموعة من الأسئلة وزازا عندها مجموعة من الأسئلة عندك كما يقولها راو يلاقيم يلاقيمة شو قولك أنتون هنا ايه زازاي تبدأنتي تبدأنتي بقول صراحة مهدي تجبني الفيلمويك بش تبيع بايا تجبتك في الفيلمويه خطر حبيتك حبيت الإنرجي متاعك خطر كنت لوج عليك خطر كتبت الشخصية وكتبت هالك انتي مغير لأن نعرفك كيريتك فكالفيديو هذيك وعمتك الدكلاغاسيون دامو على الفيسبوك على أمل واحد يعرفك في الحوار توسي كنت أنا يقربني لك فوالا تجبتك مبعتش بيك عاونتني برشا ستقرب في عام وضعوا بعد برشاء ا Hop ,ضي رأيك مهدي اما زازا زازا واجهة تسويقية ززا واجهة تسويقي جدك لا تقول الفتر scout واجهة تسويقية لها مميزة بأن أصلاح الحظ الظلم على صدمير أع hacks اورناك صدير Lore من حوص이랑 حضي تكون مع志 ونجيبه مثلة مغنية ومنتطلعش بها في الفيلم معنى أنت أغزمون وزازا ذلك في سينما معنى تكلمش حكاية تذول شبوسك ليه والله يشوف هيده في لو كارني اللي هو مهرجين سينما المؤلف ضربوا في زازا وعملوا لها فوتو كبيرة في المجلة متاحهم زازا لوكين فوذ اللايت وهي مساورة ضربوا فيها ومش مهرجين والفجأ ريكليتها يقولون ليشكوني هذي يانكري ويابل فمعناتها أوكي زازا تسوق في تونس ميزازا وصيل برا عاملت بارشا فيلم ومن أخص لو كارني وحطا في موخاك لو كارني ومار في المجلة بتاع لو كارني خبت الصباح مفجوع أنا أقول له مادية إنش عملت على كده من عليك ألوغ أكثر حاجة أنا رفزتك مني وقت الترناش ثم السيقانس بتعبكي نحعت في الأخري بكل رأي تتتمنت جد نحعت مادية حدني أربعة سويا خاطرني إينا كنت عادة حد في بلاتو تترشخو بضحك مادية حدث ألوغ قاعد نهار كامل هو ينبز أشياء هنا، إجام هنا لأحسن لي برمدل اشبيها دي نهار اليوم أدخلت قاعدت تتات سويا على أربعة سويا بش نتحذر للمشهد لازم ينبكي حابينيش نقطر جوادك حابيني بكي صحيحاب يا أخي بعدين سمعت لي على عماليك كاب العاني بيسفزني وحط فيه شوية غلو بش نبكي في بلي ماجي يعني مك المخرجي خطر ملول محلية محلية مخرجية حتى يحكي معك كي على جناب و وينصحك كي وقلك عملك تافد نقاف الاجلي عملي هكذا عمرتش خليل البلاتوني بشي خلوها يقعد فيها وحدك زازا فما شكون كلمت قال لك شكوني زازا هذي متعرش تمثل علي جايبها صحيح بارشة بارشة من المخرجي زملية منجين حتى من اللي كيمتار صنعي توفقا بلحق بارشي خاطر شاككو في التصليمات وقالوا لي يتعليش دفعا فين المواركي شخصكووهصحاب إن اتوما فدين قلتين ملينة عجبتك خاطر ومتالها كاستينكوا في كليب وتعبتها وشبت موشيس كلموك فانانين قالوا ليك غالش تجيب فيزازا فما وفنانا وحاس بروحانا فما وحده خاطر كنت فامشكون دازا حبها يتاخد دور كيسمع بيه اللوجة على فنانة استعراضية بيش تمثل موش بيش تغني كاهو حابوا يدازوها بيش تاخد دور وينا ما من جدا مش نتخيل الدور هيدا من غير زازة من جمش تخيل فيلم هيدا من غير زازة ومن جمش نتخيل اي خدمة مستقبلا من غير هاي خاطر دخلتلي في موخي ونحس لي عندها ببرش حاجات نجم بقوله مهجدا خذتش خاطرك مني خاطر قصيتك حاجات في الموتاج في لو كارلو قلتلك ديريكت 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 somm frequ الطرق إنا كيتفرش الفيلم بكيت برشه قيت روحينا نضحكا کشوية هامال horas في الفيلم شوية خليته انا خليل لي البكي والنهوحها ذاكا ونا كلها تناد بونه الفيلم nychش نحيت مهدي خطر خطر دباعو الفيلمbe nice little bar shares و خطره سي حسييت شخصيتها تعطي برش انرجيي وتعطي برشة دايشت AMY فاكلت زايدا زياد زايد زياد هيا كيفا شخصيت اما هي محلية تأتي في الفيلم ونعرفوش مني نجيت ونعرفوش وين مشيت وأعتقد أن تقلقتها من المشاهدة سيحة العينيها كأنه مكب بالدموع وش نأخذ في الليه الرواع عناية ثورتي ليلي ريام وقعدت فيها كيف يش نفكي في بلك ما شفتش السيكنس دبوي لونتان عودت ريتها يبا لونتان و أنا مرتهيش وحاسيت قلت وفيت جو غريت حقنا أنا خليت منها بتاتر شوية الفيديو جبت هنا مهدي سبيسيال من الحاجات اللي تنحاوا الفيديو اللي بش شفوها توا هي الحاجات اللي ما كمش بش شفوها في الفيلم في قاعات السينما وأنا ما بش شفوها عنا حصريا هذا جزء محذوف من فيلم ستريمز أطياف مهدي الهميني شبيك قصي لي أدخل أدخل محاوش يطلق ماش نطلق شعندك فيه تتلقى سيت سيتو أم أم محاوش يطلق محاوش يطلق محاوش يطلق شعندك فيه أنا أحبه أحبه يا أمي مرحباً فساً مصنعين يا رفالي فساً مصنعين فلسي قولي مجيلي فساً مصنعين فهمت دل تربط فهمت 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 أول مرة تفرش في السيقانس راه أول مرة تفرش في السيقانس أو المرة لا يوجد من نوع التصور ويعطيك تتفرج راه لا يوجد الموضوع لكن توجع توجع مهدي نعم وعندنا بارشة وقت فيها وفيا بارشة حاجات لديكم راوض معيرة نبكي من أعمق أربع سواحة حطني في بيت هل تغشون من شاهدهم اللي تقصت؟ تغشون بارشة زيدة سارة الحناشية تغشت؟ تغشت ما معنداش حق تتغشش خطر خطر حتى كنت تتغشش فيما طريقة تتغش بها قاطعت العرض متاع لوكارنو؟ لا مشيت لوكارنو هزيتها لوكارنو وخرجت في وسط السالة في وسط العرض في وسط العرض حاجة اللي ما تصيرش وما سارتش وما سمعتش بها سارت في تاريخ السينما أول مرة أقولها مجمور يعرف تغشت موجوع منها؟ ايه توجعت بارشة نهارتها توجعت بارشة و... خطرت يسير العرض لليني العالمي لول متاعك سيكي من نار عرسك ويحدي يجي يفسد لك عرسك فتوجعت منها بارشة ويحدي يحبت تفسر لي ليش عم تكيكا سي تخيست خاطر مماثلة شابة نجم توصل تشتام حاجات بها لكن البربلام في تونس هدي تعمل دور ولا دورين في مسلسل تحس روحك وليت سيبرستار منديال حاجة اللي تواضع تواضع مادهمش في عبادة وسارة مازلت بيش تتعامل مع سارة الحناشي؟ جميع ليو جميع لفيه فليمي أنا لفيه فليم لي ننتج فيها خاطر ننتج في بارشة فليم وصي تسنسرا هذي مهدي تسمى خاطر شوف خاطر وجي عف ولا أنا توجعت أنا توجعت وقلت لها لي أنا توجعت وحبيتها تحضر في السورتي وحكينا في باريز خذينا الطايرة ما بعضنا بالصدفة وحكينا اثنية كاملة قلت لها أحضر في السورتي وراوسا غيف دون السينما وما حضرتش في السورتي هو تغشش عليها عام كامل على خاطر ذكره ذكره خاطر أنا كاملة منامور ما كملتوش وخرجت خاطر معجبنيش قطر معجبنيش قطر معجبنيش الفيلم بو ستريمز حاجة رائعة على الأخر كما قطرت هذيك معجبنيش أطيف عجبني على الأخر ومذا بيه ما كان شي يكمل مذا بيه يزيد يبقى ونهاية تزيد تكون أكثر عزيز الجباني محضر حتى عرض محضر حتى عرض وما مفهمتش عليش خاطر ملول دورو صغير كان يعرف ليه دورو صغير عزيز الجباني ممثل به ينجمي ولي ممثل هيل لو كان يطور روح شوية ما يقعدش في هذيك هوا ما يقعدش في الستيل اللي يخدم في دوبي كالك زناك متغشش علي عزيز؟ ليه متغشش علي عزيز على خاطر على خاطر مل ينصوره ما كنت نعرف ليه بشنقص في المونتاج ما تغششتش ما جو غير ايمي انه خاطر برشة عجبوهم حتى لو كان هوا صغير أي دورو اختلف؟ برشة قالوا له تفارجوا وقالوا له دورو ما هو جو بونس خذيها بالكبر خذيها نواي ميسيحة كبيرة لا في ساعة تشوف دوستنوفمان أو روبردنيرو يمثل على دوار صغار على الخرمي توقع تذكروا نفس السؤال اللي سألتوه لك على سارة اللي سألتوه لك على عزيز توجد دوريدي مي اه نان جو نميوا با تخفي عزيز انا تخفي كم سا جو نمى متود دو تخفي أي ممثل خدمت معه ربح جويس وعج بكو دو ميليتي جلدي ونشي خدمت مع فاتوا بن سايدين مع عاليم الحمروني مع غانا مزريلي مع عزازة مع عفيف بن محمود بارشة ممثلين هاي مجد بن عبدالله اللي ربحة جايزت أحسن ممثلة لاتيلة منامور فنحبك اللي نبني حاجة مع الممثل ما نحبش الممثل يجي خطرو هو محسوب على كلون محسوب على مخرجين معاينين محسوب على مونجين معاينين زازا مهدي بش نقترح عليكم فقرة جميلة لطيفة خفيفة اسمها فقرة البابارادزي الفقرة هذي قدمهلكم لي 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 الفقرة هذي مش قدمهلكم شنية هي فقط عنا شخص لطيف يبدأ لبس ماسك يحكي لكم حكاية يحكي لكم حكاية طريفة ولحكاية هذو ما عندهم حت علقة مع بيازار دي مش نرجو نحكي عليهم بعد إيش نخلي بيها إيش نخلي بيها دونك دونك إلي خلي المهدي خلي من هذا نتصور أنكم بش تقبلوا على ذكا نقتر حالكم فقرة البابارادزي عصلي مهدي عصلي مهدي مرحبا بالذيوف مهدي وزازا زازا شبيك متغشة زازا مش متغشة نخذرلك مع المكبر خشب وصع بالك وصع بالك وصعاتك ثمن هكا وصع مع الثامة بابا كان بيودي اليوم ننفرد بزازا أما من نجمش نضيع الفرصة ومهدي هوني مهدي مانيش نسمع فيه تاست را يا تكلم مرحبا تسمع فيه بابارادزي شنا حوالك أ getir خليج اللين أو محلية صوتك فتز رحموس لفز عليش مخبي صوتك وهو محلية هك سمعته أما حكايتك ما هو مش محلية شيفتنا معها بيته وفرجولاني إسكو يعرف هو أصل اسمه وشنا هو؟ أصل اسم كلمة بابارادي جاي من فيلم طالياني بتاع لدولشي فيتا بتاع فيدريكو فليني وكان فهمة شخصية يصور في الاستغلات اسمه بابارادي جاي فأنتي سيغرس للسينما موجود بالسفة والمسك متاعو يرجع للمسرح للمسرح وال... هل عم القديمة تعرفوش يا بابارادي شنو أزازا واللي تفهم ما نفهمك مثل تدرج واللي تفهم في السينما والمسرحة صديقي إنا قاعدة نتعلم إنا قاعدة نسمع ونتعلم أوكي إنتي وراك الخشامة طويل تخبيلي وجهك والسينة كفية زوزميتر كنا عارسين هنا تدعميتر نعملو خطاء تقعد إنا ننتنيه هنا وإنا غاديكا إيش كون ماما رادي إيش كون بابارادي ابعدني للي فسبيل الله أنا فاضحة روحي يهيدي راهم يوصيوا فيها بش ما نتجلطمش عليها بش ما نقول لها حتى شيء يا قاعدة نز فيها يهيدي راهم وصيني وهي جيبان روحي لا تلعلك الفوق لا تلعلك الفوق ويلي كادي تضع خرجك باكل البابيون اللي عامل هاليا ذيكا يا بلدي واسع بيلك مازانة ما دينيش نحكينا يا بلدي أنا بتبيع سينا وعصابي هكا منك فهي خلقة بيس بيس ما دي في فيلموك لول تيلا مونامور روحت من فرنسا بش تكمل المونتاج امشيت للبيرو متاع الانتاج بديت تخدم على روحك فش قاتلني هد عليك الحك وتبيت لي لكاملة في المركز شني يسبب؟ صارت؟ كي را خلصت ايه يعني ايه؟ بيت في المركز بعد تيلا مونامور اه وي وليت نروعش خاطر الحكاية ياسر ما تخوماتيزي وربي يهديك بالحق كي بساعدك كله؟ ربي يهديك انك حيارت لي حاجة وجاء عندها خمسة ستة سنين هيدي وحبيت ننسيها ومومان صعب برشة في حياتي خاطر وصلت ووقفت على خاطر حبيت ننقذ في الموية ربي يهديك ووضح لي بش نفهم المونتج رواحت من فرنسا مش مش نعمل المونتاج بعد تصوير مش مش نخدم هدا ليه الحك قالوا لي انتي ش قاعد تعمل هنا مش قاعد نعمل هنا مش نخدم على الفيلم ابتها مش نعمل المونتاج كنت نصور قالوا لي ليه ما عندكش الحق مسل المونتاج وانتي جاي تتعدى على البلاسة هذيكة ومشيت للمركز هزوني هين المركز ما عطا طلعت في الكارابو ومشيت للمركز توقفت فما عقد توريهونهم؟ اي ما حبوش ما حبوش وفاكولي التاليفونات وقعدت نعارك عشية كاملة بش نجمت نكلم صديقة محامية معروفة بش عاملتي اتصالات وخرجتني لانضماء معانتها كانت تجربة ياسر ياسر موجعة معتها بالحق لاحكيه ما وقفتش غادي شنوه صار من غضوة بعد مراوحت من المركز ما صار حات شي انتي عليش تحب تعرف شنوه صار فيه المخرجج وكمل ووهيدي محشبوش ما عليش نحكي عشيلم عليش تحب تعرف انتي توا ماذا ونوش هيديا كهو حتى اينا مع جهنيش لحقيقة حتى زيادة تحب تعرف أسمعني اللي حب نعرف مش صار ما صار حات شي صار انو حربت هالدنيا وطويلة تلقى عده شوية لا مانيش نحكي على هذاك اشنوه صار ليك انتي ارقدت وقمت اشنوه القيت ماتي انتي تحكي على دي شوك راو تحكي على شوك اموسيونيل تحكي على ارقدت وقمت وفترا واحت للدار ارقدت في اليل وقمت الصباح شاري كل طاعة شويت ساد شوك كبير بارش اموسيوني لانك توصل كمخرج تدخل المركز وتتوقف شاري طاح طو سمبل ما منصدقش طاح اي والله منصدقش حكاية ما عرف حد ما عرفوش العبيد وربي اهديك ها اتصقتي ومخو وأكثر من هذا تصدمت 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 ومشيت مشيت بالوقت قرعت شاري مع تار طاح طاح شاري طاح واخذيه بريود خذيه عام بشي يرجع والاكثر من هذا مهدي اعمل ديبخيسيون وصلت خممت في الانتحار هذا الكل على خاطر مونتاج فيلم ولا على خاطر لليوم ما عندكش نسخة من الفيلم مخرج الفيلم ما عندوش نسخة من الفيلم ممتاعه برافو مرحبا 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 ما عندوش نسخة من الفيلم ما عندوش نسخة من الفيلم أه لتوى ساعات يطلبوني يقولولي خانشوفو حتى بشتعمل بون ديمو ما عندكش مخرج ما عندكش نسخة من الفيلم متاعك وكانت كانوا عامين ياسر صعاب خاطر بالحق نكتوصل جا فيباد عرجان نمشي نشكي لوزارة الثقافة في القاسبة وقتها كانت ونهبت في دارة السينما ونهبت ونحبت ونحبت مرحبا 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 وعديت ستة شهر مرحبا للي الدخل سينجيب عيد يا رحمو بالحق وستغراص للي نو الفيلم مبعد تكمل وتشيف وستغراص للي وستغراص للي اللي مبعد قررت نوالي منتج وحالي تشارك تنتيج وحامدولله دو بوي سا مرحبا والضحك والسعادة وانتي والمنتج وقتها نفيق اجتماعي مش نفيق هادي نفيق سيني مائي كان لازم ناقف وقتها في جي سي سي كان لازم نتحمل مسؤولية الفيلم كان لازم نقول هذك في الموهي مامسي هو في الموهي بعشرين بالمية مامنج جنبو با اباندوني لزاكتور جنبو با اباندوني للكيب كما تضحك هذكا ومعاه والتعنيق والبوس أما الخيبات موقفتش غازي مهدي مخيبها 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 حاليت شركة تنتيج؟ ما عندكش فلوس؟ حبيت السالف من عند مخرج صاحبك؟ نعم يخيش نواسار؟ قلك دويو محليوا مصحابك؟ ماتنا محليوا مصحابك مهدي قبل ممكن حال لما توا محليوا مصحابك أه حبيت نحل شركة جابي پا درجان بابا عاني شوي ومي عاملتني شوي مليون مليون نعم وكان عندي صديق كنت سخايلو صديق وكلامته وقلت له وقلت له عطيني ميل دينار فش كامل بيوم؟ مبارسة حملك ماتا نهارين اني اخلت تستيون فأسا كلا يتريفون قال لي ما عندكش فلوس وانتي تفخى جميع دو فيلم وما كش بش حل شركة وطوا هيدا مالي يجري ورائي بش ننتجلو فيلم تيعوه يخيينتي قلت له ومعرفة كثير منك لا ماذا لا هذا كشيات توجه بالحق طا فهمت عليش العركة اللي صارت وهاك النقاش الحار اللي صار في وقتنا قديمة بعضنا على تلمنامور وقال لك ليه وكيفاش وإتي خطوة معجبنيش فهمت عليش السيناريو كان هيل لكن تم تدمير الفيلم في التصوير والمخرجين والممثلين اللي كانوا في الفيلم الكل عناوا منو شي ذا وينجموا وينجموا تسألوهم موجودين احساسي كان غالط وقتها ولا صحيحة لا احساسي كان صحيحة واضحة كنت في علاقة مع ممثلة تونسية معروفة مشيت معاك المهرجين الجونا من غير ما يستدعاوها وبتبيعة ما ديمها في علاقة معاك دبرتلها انتي لانفتاسيون وسكنت فيوتيلا على حسابها على خاطرها ما يش مستدعاوها اول حاجة ما كنتش في علاقة معاها مش تخوض الدنيا ما كنتش في علاقة معاها انا كان صديقة صديقة من اناوا صديقة كان صديقة قوية بلدير اما مايش علاقة وفي المهرجين يتم احتجاز الممثلة هذي بطهمة السرقة وقتها انتي مهدي امرضت بالكورونا ومعاش نجم تخرج من الوتيل احكي لنا مهدي كيفاش منعت الممثلة هذي خاصة انه انه ما عندهش فلوس حتى بيش تخلص النزل اللي هي ساكنة فيه وكيفاش خرجت وما خلصتش ومنعت من الحكاية بيش سرقة ثابتة والا اديها هذي شبها هذي سرقة حاجات من ساكنه ممثلة مصرية معروفة ووووووووو قول 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 ا该ت في الوقت ذاكا انتي بشو تدافو على بنت بلادك هي سرقة ديزا كسيسوار دو لوكس والحكاية كبرت والحكاية كبرت وحاولت نعاونها سيسام كسام انتي كجيت في بلاستي شنو مش تعمل يزبق تعاونها بنت بلادك كيفش عاونتها كيفش عاونتها مسير لدنجوان مانيش لدنجوان دابور وانتي مريف بالكورونا انا مريف بالكورونا وقتا في البيب ووزارة تصحة ملدوسييت وزارة تصحة متع مصر جيبوليت بيب ودوز انفرمية ريسوا علي اخذ الوقت الكورونا مانفميش لدويلة حد شاي لفاكسان وهي محبوسة في الوتيل محبوسة في الوتيل وكبرت الحكاية ترسيتنها بالتليفونات ولا يربي يهديك قطر حكاية جاوزتها معنى معنى شبتتلي عمتلي الباستوف انتي بتاع ستة سنين اللي فاته وكهاو معنى تكلمت شكون كبير في البورد غاديكا وهو اللي اللي قبل بش يجاوزوا الحكاية بتاع السرقة ممسي للإزاكسسوار الغالية وما رجعتش للإزاكسسوار لاي عمرو ما رجعوا للإزاكسسوار وما زالت بتبيعة عرفها تنجيتك بعديك وما زالت صديقة مقربة جدا كما قلت قبيلا لأي قطعت علي اقتباعها الجملة قطعت علي اقتباعها خطر شوف انا في الموقات ذيك كين لازم نحميها كين لازم نعاونها مكنتش نجمي خليها مرأة وحدها تونسية في مصر تتعرض للسبة ذيك ممسي هي عملت الفضيحة معتها مش أنا في بلاستها ومتصور أي واحد آخر في بلاستي مخرج ولا منتج كين لازم يعمل الحكاية ذيك معتها بنت بلادي ممسي هي غالطة أنا عاونتها نرجع الزازة مش من زازة صيبة أم زازة خليني في دوسية مهدي يعطيني دوسية مهدي عجبوا دوسية مهدي برجولي أنا لا كل هكا معايا أنا كم يعطيني دوسية مهدي بجاه رب زينب أه بابا رب يواصل بالسيلم استنى 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 بتعملش هكا لحظة آآ بابا رادي شنوه ولد تخدم آآ في تحديد المسل؟ قعب لا لحظة فا واتيتك يا زازة رب يواصل بالسيلم إلي غاق شنوه ولدت أحموش عليك ويجي خلش متويق أدنهاك مبروك؟ مبروك شنوه؟ رب يواصل بالسيلم عشنوه؟ عندي كلب جديد اسمه بيرو شريط شنوه؟ مبروك؟ سنطلق لعمex ناجم تعرف ‌السgee الم учنوه 667 المشسد مبروك 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 م Nietzsche guardians بإلخاء three 단 وقلوا برشاكليم برشاكليم في الخطانيينة في الخطانيينة أعطانا أخبار رباهي ربي وصل بسالم دونك شواليوزوزا وليد والله حبيت بنايا أمل يجيب ربي مبروك أكدت عندك بنايا بنايكي ماذا تسميه؟ سميتنا للوه وسبب الثاني إن شاء الله مبروك وربي وصل بسالم يعطيه بفضيحة ليش فضيحة بالعكس هذه حاجة باهي ربي وصل بسالم ربي وصل بسالم ماذا؟ بعد شهرين سيئة؟ سألقت لأفلانشيت كلنا مهدي 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 حسنا مبروك عليك مبروك عليك زازا نخليك الجمهور نخليك الفرقة زازا موسيقى 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 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال إلى الليلة أغراب يا دنيا في زمان وشبة الله تطلق بين القيبة أغراب يا دنيا في زمان وشبة الله تطلق بين القيبة يمضحك أنا يوم ومبكي أنا يوم وبواري أنا كل حاجة عليم أغراب يا دنيا أغراب يا دنيا في زمان وشبة 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 والمواليان كل حد عادهم أغرب يا دنيا من السفر والشباب أغرب منظر فينا الغيبة أغرب يا دنيا من السفر والشباب أغرب منظر فينا الغيبة يمتحينا يوم وينبكينا ويمواليان كل حد عجيبة أغرب يا دنيا ويمواليان كل حد عجيبة أغرب يا دنيا ويمواليان كل حد عجيبة أغرب يا دنيا شكرا يعطيك الصحة زازا 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 محلها الغنية بصوتك زازا باش نقابلوها على كرسي الشوك زازا تمن بالمقولة اللي تقول أنه المشاكل بالوقت تبرد؟ عصب أنت تشد البغض في قلبك؟ عصب أني يجي يضرب لك صغيرك بكف تنجم أنت تسامحه ولا حد يسمع أمك كلمة نجم تسامحه أنت تنجم تسامحه بالوقت؟ لا أنا أنا كنت أغلط مع العبد راني نقول سمح ambah راني حتى كنا غلطшт وهكا خرجت حس روحي كلية هكا خرجت شوية لكولي يا اخوية سامحني لاني أنا خلصت لكن الحمد لله لا أحد لا أقله وذاميري مرتاح وعرفة روحي بي甩 hour المشكلة اللي صار مع بيا الزاردي أوووح تجوزت وانت ولا ليه ب nicht ذابي يقلق برشاا الموضوع ولا تجوزت وانوانا؟ ما جوزتوش عل recognized علش ما تجوزتوش؟ لإنه ما عقمش الاعتدار بالنسبة لشخصي كمرأة أو كفنان كإنسان هذا هو الباقي كل الكلم الكلم فيه قط كل سيفي وش عظيم زازة بش نوصل الاعتذار أحيانا يلزم نتقابله نحكيه لا 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 هو السب والشتم وقذف صار على علن فيه تلزم لازم يسير ذاك الكل حتى الاعتذار هكا نرمال ما أنا غلط في حقا كادي فيه تلزم تلافز نجي في تلزم تلافز قولك يا هادي رأني في الحكاية هذي أنا غلط في الباقي أنا حرة شو نقول مش بضرورة أنا نقبل إنه في تلزم زوالحات إيجي مش بضرورة تقبلوا أنا ذيك حكاية أخرى لو نهندس لقاء ما بنادكم بيز زردي زازة تتقابلوا ونحكي يمكن كلمة اثنين طح الكفاء لأظلو نحكيه على تقطيع التصوير على تونيول على درشنية شي مش بيش بتحكي بضبط على شتمك أو أنت هيك منقدر وقيمة مرأة مرأة أو الحاجة فنانة إنسانة فيه تلزة ما غير حد شا على خلال مثلا ما حد شاي تبقى مقاطعة بيز زردي إلى حد؟ إنك برنامج كله والبرنامج الكل بسيو كنت نرجع نرجع نرفع قضية أنا يحرز إنها في الحوار التونسي في داري أنا يقبل داره ما نجمش عمل حد شاي يحرز إنك ذات البعيد آمين العشرة اللي بيناتنا وإنا نجيما نحط أنا بصراحة هي ما عندش بها كونتاكت كبير أنا نعرف أمين لكل الاحترام والتقدير نعرف عائلتو الصغيرة غادتني من ياسي ميغالو وغادت من زياد المكي قال زياد معايا جبت له على الأحيان ما تكلموش اللي ميسيو موجودة ما تكلموش قال إيه قال في بيلنا شيف بيله شنية توقع شنقت على تصفيرته أنا وأم الميته تتفرج وأمه تتفرج ما ميسيو ما ميته ويتحبه أنا أقول لك أم إذا خلت تدعى قال لي قلوه ميز يا حرام وأم ما حب نتش في بنتها فما بيل لي قال أنا عملها فازنك في ناكيك قال إيه الدفلة الكليم نبيع فيه يعني نجم إيه أنا تعرف ندخل في بلاتو تاك 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 ما عادي ما نعمل أنا أنا نقعد قاعدة عندي أكونت على إيستجرام في زملين وميتشي نبدأ كل لو نقول لك اليوم باية موجودة مش تدخل معنا لبلاتو هم تتغش عشان تيه ما تتغشيش عش تغش اتقبلت له ايه ياخد فائر ثماني العمارة أنا نغني هي تاشتح ونحكي جوا بعض تقبلت عميئنو هي في السالان وهي تقدي في شعره ونقدي في شعره ونحكي جوا بعض بيه خليك تشوف زميلتك مع باية الزردي اللي هي صديقتك ايه بعطيت حتى موقف هل خفت لتخسر واحدة من الزو هو صحيح أنا خفت ما أنا طبش نفيش اكبش نقلك اللي أنا مع باية ذت زازة لأ مش ذت زازة باية وزازة زوز صحباتي ونحبهم الكل ايه ما لعبيدي الكل نضامن مع زازة نضامن مع زازة ايه أنا علش مش نضامن مع زازة ايه أنا ما نضامن كلم على القضية الفلسطينية سمع شما خي صار اللي أزازة مش نضامن معه بالحق معناه يهولوا تحلل فيسبوك نضامن مع زازة نضامن معه خي شصار اللي أزازة صار لأحد شي هم الزوز كيبا نقولوا بلغتنا احنا نبزة في ربوخ الزوز تو يرجعوا أحباب وصحاب والزوز محليهم ما فم حد شي معناه ملعبي تكبروا في النفوس واللي يكره باية واللي عنده معها فازق بل اللي يحط على باية واللي باية ترشنوها واللي باية المرأة قريبة يعملونها مش نقا باية سمحني باية معناه مايش خايبة وفي الكواليس بيوتة بيوتة ما عيب معناه بصراحة عيب أنا باية زردي أنا نحبها تحلش نيب الزامن مع زردي تغتيعة التصويرة اعتبرت حاجة ميسيلش مادام هم الزوز في الدومين هذا مسيرهم بشرجوا لبعضهم هم الأخوات ويتعارقوا يوم نقول كلمة بيه يوم نقولش تغتيعة التصويراتي قطعوا عالم قديش من بلد يشنيتها تغتيعة تغتيعة التصوير وزازة نيقصة بيش لعباد الكل زازة 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 وبيش بيها معنى برد باني شه ولا بشان يقولك بقولي ش حبل القليل كتاقولولك بتشفت شنو هالتعليق اللي تحب تقول اللي يتحكتين هذه كنالجلة يعني ما عنديش حتى ما تتدمرش مع حتى قضية حتى قضية ترفق بالحيوية تتدمرش مع هي نجلة بطيك ندامن مع القضايا الكبرى الأقضية كتيري تنهارت نرط مع قضية ندامن دامنت ومعارشا قضية وقليه نوم من حرشة ما نتشوفها تحديك والله يتحديك أنا تقولي ما قضية ما أحكي ما ما أبدأ لا اسمعني نحن بكنا من الضح أما ليش ذلك هو ذلك هو كبرتوا الحكاية إيا لكين؟ كبرنا الحكاية إن شاء الله عار كفير بوخ إن شاء الله هي ما تتيحش في البيئة جاذاية وإن شاء الله ما يقاتل لهش تصويرتها ولا يعمل لحاجة خاطر أنا أقوم نتكلم وقتها أقول لي ما تعملش في نجلة كاك وحمد الله اللي قيش كني دمائي عندي ناس يحبوني إذي كم حبت الناس ما شاء الله جايش برق خبير سمعت التسجيل اللي حبتته من أيل العمارة؟ عندي فيديواتك قدير عندي فيديواتي أنا عندك فيديوات؟ لين يجيوك الفيديوات هذو معنا؟ يجيوك الفيديوات تعرفت ألحب المقربين كيف سمعت التسجيلات؟ لا، هذه كفيديو رغموش تسجيل هذه كفيديو فيك رحبة ما هي الظروف؟ الظروف أبقاً عندو شكون يصور فيها أنا مي ولا حد كان يثق فيه شمس الدين باشا؟ يحكي على زازا؟ أنا ما غدني شايرة غادي كيكي قال خاصتك 100 دولار خاصتك 100 دولار خاصتك 100 دولار خاصتك تعرفني سمعت الفيديوات لبس عليك؟ لبس عليك؟ ليه، لحكي لحكي في البدايات ينجم إنساني؟ ليه، مجدنيش في البدايات ما قالش لحقيقة شمس؟ بيانسور وطمدي كنت خاة شمس حكيت معاه؟ قالت صالح معاه كل موضوع؟ نعم نعم اللي إجا قالك الموضوع تجيوزني؟ حكي قديمة فأني وقلو شمس دبالك العبيد تتسجل فيك وتتحكي عندك الفورة كنت الغضب شوية وكي أطلع يحكي في كل شي غير ذايا أعتذر من مانيل ومانيل نحا تسحبت كل شي ومني أنا واعتذره مقبول والسيل ما فيش أعظم ففهمت كيفيش؟ حاجة كيف نهدوما أنا والله إلي قلقون أما قطعش تشوية زازة ديك خد نسات بني وبينا وحكيت تم الإحتراق أي بدل بالكرسي أنت ومهدي خد زيد دقعة شوية لسألة الأخرين؟ تحب لسألة الأخرين؟ ليه لك عاوي زيني؟ نهار من نهارات شخرا رحينا بحثي نجرار كنتي لبس لبس تفضل خوية تفضل مرحبي مرحبي زازة برشة فيديوهات عندك على فنانين؟ والله العظيم ليه مش على فناني مش على فناني مش رديتني أما كيتعارك وبعثوا لي كمية فيديوهات ليتعي يخصوني أنا مهدي الأميلي نغار؟ لا بقغغغ يعارك على روحه يعارك على فليمه إذا ما يختاروا لكش في الموك في أيام قرطاج السينمائية؟ جاوبتهم جاوبتهم مما منتع واحد ما عندوش روح رياضية؟ ليه أنا فير بلاي على الأخر ونحب الكورة ولعب الكورة لكن جاوبتهم خطر كي يخذوك في بلايس أكبر من أيام قرطاج السينمائية وتصير برشة محابات جاوبتهم مهرجين القاهرة السينمائي أكبر من أيام قرطاج السينمائية؟ أكبر لكن مهرجين متاعنا هو أول مهرجين سينما أفريقي؟ اي صحيح متاعنا مش خطر دارنا متى دارنا بهيا هي دارنا نحبوها هو الأعرق؟ أعرق في مهرجين داخلين أيضا أهم لكن هم أشوف هاو نحكي كليسار ريالما هم أحبو يحرمو ستريمز أتيف مجومورة تونسي على خاطر الجي سي 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 فيترينا كبيرة برويكسيون كبيرة فهذاك هوا اللي سار خاطر شوفوا فيلم جامهيري شوفوا فيلم ينجم يمس ينجم يوجع في برشة موزيكا في برشة حس في برشة وجيعة فحبوا يحرموهم منطقيا عرضت أفلام من نوع هذا؟ عرضت أفلام بنفس هذا المستوى من الجرأة؟ تعرضت؟ نعم، من فيلم في وسط الفليم اللي خارجت الكل سنة يستحق يكون موجود ديس كل قناة شوفتهم الفليم الأخرين؟ شوفتهم الفليم الكل لو أنت كنت في اللجنة ونحي كاسكات متاع صاحب العمل ومخرج العمل تقول فيلمويا خير من الفيلم هدايا ويستحق من الفيلم هدايا؟ أذيك بوكو دو ميليتين قول خير ويستحق في التوب ثري قدش ترتيبو؟ يكون في الوسط تقول في كارتاج بلوس؟ الأشخاص اللي ما نجحوش كمخرجين ومنجين تلقام هما ليش هدين جي سي سي وي؟ مش فيه ظلم ظلم لأسامي كبيرة دورة بوشوشة نجيب عياد ريدالباهي فريد بغدير دورة نحترمها برشة مدم دورة ونحبها برشة انت جمعت؟ مستثنيتش؟ لأ أنا حكيت على الدورة الخرنية سي نجيب بلا يرحموا نحبوا برشة هل يستخدم مع الجيل اللي يسابقك؟ هم عندهم مشكلة مع الجيل الجديد عندهم مشكلة مع أحرار اللي مستقلين في الجيل الجديد اللي ما عندهم مش أباء اللي ما عندهم مش أمهات اللي جيوا كيفو من خصارة السعيد وجيوا من بلايس الشعبية ولاوا مخرجين، ولاوا منتجين ولاوا يكرموهم البرة وفلتهم تمشي لمأارجات كبيرة هم عندهم مشكلة معنا شنا نحنا عندنا مشكلة معا authorized أنت متوحم المؤامرة؟ والله إليه من إيش شخص نعيش بالمؤامرة أو كونت خير أما كيفير موك يأخذوه بريسك المهرجانات اللي يجيوا لوكارنو والمهرجان اللي ببعض لوكارنو الكل ويأخذوا مهرجان القاهرة وفي بلادك ما تتعرضش وأبار جي سي سي اللي صار في حكاية لزاوسكار قد بارشا ما حكاوش عليهم هي مربوطة بمعضا ما لغوز ما حبوا يحرموا الفيلم ذا مش إنو يكون موجود في فيترينا كبيرة في السينما التونسية يحبوا يحطوا دي بيون هاو لغياليتي هاو الناس كل شنو تخموا ما تقولوش أنا جوز مقولوه فرطاتو ذهب عبد الحميد بوشنيق تم اختيارو في لجنة ما كانتش نازيها والكلام هذي قلتو أنا المدير المركز القاومي للسينما والصورة في بيروه وقلتو أنتي اخترت لجنة كانتش نازيها على خطر أنتي تاخو منتج في اللجنة يكون هو يخدم مع عبد الحميد في مسلسل هاو الحقيقة علش نكذبوه علش نحاولو باش نخبيوه هذي هو اللي ساروه هذي أنا اللي ما عبتش على عبد الحميد أنا عبت على الأشخاص اللي شكرت اللجنة لكن عبد الحميد يعتبرو هذي هجوم على شخصو ليه علش عبد الحميد ساحبي أنا معنا حتى مشكلة مع بعضنا يحبو نحن نزوز طالعين وزوز جون وفرد عمر يحبو هكا دي ما يعرقونا بساعاتنا تخالفينو عبد الحميد في حاجات لكن دي ما نحكيه وهو يعرف خطرنا نعرف عبد الحميد من اللي كنا نمثلو في المسرح مع بعضنا من 20 عشرين سنالتين بينك وما بين عبد الحميد لا يوجد خلاف حتى بعد المشاحنات اللي تكتبت بمبيناتكم على فيسبوك لا دي طوو والله ليه أنا ما عندي حتى مش نشوف نحنا نعمل في السينما هذي مختلفة على بعضنا أفلامنا ما تشبهش لبعض تيلا مناموغ ما تشبهش للدشرة ستريمز ما تشبهش فرتاتو ذهب يعني ستريمز فيلم كبير فيلم مختلف فيلم تاع ساعتين يحكي في حكاية فيلم تعرض البرة في برشا بلايس تكتب عليه في الوقات الكل وفرتاتو ذهب فيلم محلي تعمل المرش التونسي هاو كمون اللي شو سألسوا معنا اللي هنيه ظلم ظلم بالعكس فيلم فرتاتو ذهب فيلم عالمي ما يعترفش بالمحلية فيلم تنجم تشوفه في اليابان كما تنجم تشوفه في تشيلي وي ما ما تشيفش في اليابان ما تشيفش في تشيلي ونظوك أتيف تشيف في سويسرا تشيف بارتو في العالم الطو يطلبو فيه في الكندا طو ينشف مزيل عمره قصير نتذكر منه دشرة في الهند اي ما مش مشكلة هذي كمعطة هما قزوزة فيلم مختلفين على بعضهم جملة معاك يعني فيلم عنده باركور وفيلم كان عنده شانس بش يوصل بش يوصل وهذا هي كلام بارش عبيد مش كلام يانا بارك نشكرك بش نخليو يطول المسرح لنور عرجون نور عرجون بش تغنينا أطياف غنية الفيلم دونك نخليو المسرح لنور عرجون انسهاough نحفظو اسمها مليح نور عرجون نور باركل عليه وتتبركة عليك لما يسمع هذه المشلمة تباركل على الأحساس وماذا تخبيأنا واوالا نعمو ممتازن أنا نعمو ممتازن سليم أروس وهم سؤاله اصبحت ترجمة نور أروس أضمه على نور أروس ممتازن فيواقق سليم أروس وممتازن نعمو ممتازن ومن يدينا نعمو سليم ومن ثم نعمو سليم سليم فرحاني سليم أيضا نعمو 깨زة تفرجمك منين شكرا أنمدي على الحدث كانت خجمي شكرا الفيديو مني خلال نورا جون خلال نورا جون وحل الأشخاص نعم تفضل حقا إطلاعينا نعم شكرا نحن نعم عن كل مواتنا مع الموسيقى ظلل ومن ثم نور عرزون نور عرزون ومن ثمن الحديثة كم المترجعات ثم ادرامي ومن ثم نظام جيدا بلحق قناة جميلة بارش وكشكرا وكشكرا نور عرزون مهدي تستريم ثم اشترك أعطيها براسة تحضر موسلسل. أول مرة قررت بش ندخل فنالما بتات شوية الحكاية ما جيت في الوقت لبهي. بعض سوكسين بتاع تشيف مسلسل تونسي حاجة جديدة. رمضان هدا؟ رمضان جي. رمضان جي. رمضان جي. انشاءال التصوير بيانتو. زازا موجودة فيه في دور مختلف كمپلتما. تهانا ميش بشتغني ميش بتاع محد شي. ووالا تجربة جديدة انشاءال بيانتو بيانتو. زازا دونك ألف مبروك زندك كيف شفنا كنتراتوات تصحد في مصر. مصر اي. دونك عندك مسلسل. وعندك فيلم. وعندك فيلم في مصر. فيلم مصري فرنسي يعني ان المجلسيات سيئة. مثل في مصري ثم شكون في فرنسا فش صورو. وش صورو بين مصر وفرنسا. واضح. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. زازا المغنية بيش ترجعنا ولا ليه؟ بيانسور عندي كنا عشنا مشروع مع امين قولسي كالعادر. وحامزاوي. والكلب يخرجوا مهدي. يظلوا بشولي انه مهدي. حتى تنبو يسر نبو. توقع مروحي الفني. لانت قصر سعيد ران. لانت قصر سعيد. زازا ربي وصل بالسالم بالنسبة للمولود الفني والمولود الغنائي والمولود التمثيلي والمولود البيولوجي. كيف كيف مهدي؟ نشكر كبير شعطيكم الصحة. وذكر انه أطياف موجود خرقات التونسيات نجم تشوفوه فيلم يستحق بشتشاف. زازا مهدي شكرا لك. المرة هذه عنا مئة مليون للربح. باش تربح لمئة مليون سهل برشا اخذ تليفونك. ابعث اسم اس اكتب فيه حرف ا على الرقم خمسة وثمانية ثمانية وعشرة. خمسة وثمانية ثمانية وعشرة. حال سعيد للجميع. اشتركوا في القناة